السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطالب في مختلف الوحدات والدروس التي تطرقنا لها في مادة علوم الحاسب تعرفنا على لغة البرمجة بايثون والتي تعتبر من لغات البرمجة الرائدة في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات حيث أننا تعرفنا على مفهوم المتغيرات وأوامر البرمجية مثل المتغيرات الثابتة جملة الإدخال والإخراج التعامل مع النصوص والعمليات الحسابية والأعداد وكذلك تطرقنا إلى الجمل الشرطية في مختلف أنواعها وأشكالها مثل المعاملات الشرطية والمنطقية جملة الشرط إيف جملة الشرط إيف ألس والجمل الشرطية المتعددة ثم مررنا إلى مفهوم جملة التكرار لوبس تعرفنا على مجال استخدام جملة التكرار فور ومفهوم دالة النطاق رنج جملة التكرار وايل والتكرار اللانهائي ثم مررنا إلى عملية التحقق من الأخطاء وأنواع الأخطاء مثل الأخطاء اللغوية الأخطاء المنطقية والأخطاء وقت التشغيل وبعد ذلك تطرقنا إلى عملية الرسم باستخدام البرمجة بلغة بايثون الرسم باستخدام وحدة تيرتل والرسم باستخدام وحدة كينتر ثم تطرقنا إلى الأحداث والدوال والمعاملات وبعد ذلك وفي الفصل الأول تطرقنا إلى هياكل البيانات وأنواعها مثل أعداد الصحيحة، الأعداد العشرية، بيانات نصية منطقية، القوائم والصفوف والمصفوفات والقواميس في الوحدة الثانية بعنوان تقنيات البرمجة تعرفنا على مفهوم ملفات البيانات وعلى الدوال المستخدمة على هذا النوع من أنواع هياكل البيانات ثم تطرقنا إلى الجمل التكراري المتداخلة عملية استخدام هذه الجمل في حياتنا اليومية طباعة الأنماط، الرسم باستخدام الجمل التكرارية المتداخلة ثم تطرقنا إلى القوائم المتداخلة والمصفوفات ثنية الأبعاد سوف نواصل في هذا الدرس التطرق إلى القوائم المتداخلة والمصفوفات ثنية الأبعاد عزيزي الطالب، في الفصل الأول تعرفنا على أنواع البيانات في لغة البرمجة بايثون ومن أهمها الأعداد، الأعداد الصحيحة، الأعداد الطويلة، الأعداد المركبة، وأخيراً الأعداد العشرية ثم المتغيرات المنطقية بولين وكذلك النصوص، القوائم، الصفوف، المصفوفات، والقواميس كما تطرقنا في وحدة هياكل البيانات إلى القوائم في لغة البرمجة بايثون وهي عبارة عن سلسلة مليئة عناصر من نفس النوع أو من أنواع مختلفة مثل النصوص، والأعداد الصحيحة، والأعداد العشرية، وغيرها هناك نوعان من القوائم، القوائم البسيطة، والقوائم المتداخلة القوائم المتداخلة يمكن أن تحتوي على أنواع مختلفة من العناصر وقد تحتوي على قائمة أخرى كذلك تطرقنا إلى المصفوفات في لغة البرمجة بايثون تستخدم المصفوفات لتخزين بيانات من نفس النوع لذا يمكن اعتبار المصفوفة كمجموعة متغيرات من نفس النوع هناك المصفوفة أحدية الأبعاد، وهناك كذلك المصفوفة ثنائية الأبعاد هذا مثال لمصفوفة ثنائية الأبعاد تحتوي على درجات طالب بالنسبة لهذا الدرس، لدينا الهدف التالي سوف نقوم بكتابة مقاطع برمجية لتنفيذ الأمثلة الآتية المثال رقم 9، 10، 11، و 12 عزيزي الطالب، لا تنسى الاستعانة بالكتاب المدرسي في الصفحات من صفحة 128 إلى صفحة 131 عزيزي الطالب، نمر الآن إلى الهدف الأول للدرس كتابة مقاطع برمجية لتنفيذ الأمثلة الآتية المثال رقم 9، 10، 11، و 12 نبدأ بالمثال رقم 9 بالكتاب المدرسي صفحة 128 سوف نقوم بكتابة مقطع برمجي لإرجاع متوسط درجات خمسة طلاب في أربع مواد دراسية سوف نبدأ بتمثيل المصفوفة ثنائية الأبعاد التي تحتوي على درجات الطلبة بالنسبة للصفوف فهي تمثل مختلف الطلبة الموجودين في هذه المصفوفة أما الأعمدة فتمثل المواد الدراسية الأربعة لهؤلاء الطلبة نمر الآن إلى كتابة الكود البرمجي باستخدام لغة البرمجة بايثون لإنشاء المصفوفة غريتز أقوم بكتابة اسم المصفوفة ثم أضيف درجات الطلبة الطالب تلو الآخر لعرض المصفوفة غريتز أستخدم الأمر برينت لحساب عدد صفوف المصفوفة أستخدم الداللان بين قوسين اسم المصفوفة غريتز أما بالنسبة للأعمدة أستخدم الداللان بين قوسين غريتز زيرو سوف أقوم بعرض عدد الصفوف وعدد الأعمدة داخل المصفوفة غريتز ولعرض عدد العناصر الكاملة المكونة للمصفوفة ثمية الأبعاد غريتز سوف أقوم بعملية بسيطة ضرب عدد الأعمدة في عدد الصفوف وهنا أتحصل على النتائج عرض المصفوفة غريتز عدد الصفوف عدد الأعمدة والعناصر المكونة للمصفوفة غريتز عزيزي الطالب سوف نواصل في المثال رقم 10 بالكتاب المدرسي صفحة 129 كتابة المقطع البرمجي لإرجاع متوسط درجات 5 طلاب في 4 مواد دراسية قمنا في المثال رقم 9 بعرض محتوى المصفوفة غريتز ثم حسبنا عدد الصفوف داخل المصفوفة غريتز ثم قمنا بعملية حساب الأعمدة سوف أقوم بإنشاء متغير سامي غريتز لتخزين مجموع كافة الدرجات المخزنة في المصفوفة غريتز باستخدام جملة التكرار المتداخلة سوف أمر باستخدام جملة التكرار الخارجية على كافة الصفوف داخل المصفوفة ثم باستخدام جملة التكرار الداخلية سوف أمر على كافة الأعمدة المكونة للمصفوفة غريتز وأضيف كل عنصر لهذه المصفوفة داخل المتغير غريتز بعد ذلك أقوم بإنشاء متغير Average Grades لتخزين متوسط الدرجات سوف أقوم بقسمة مجموعة الدرجات على عدد العناصر المكونة للمصفوفة Grades بعد ذلك أقوم بعرض متوسط الدرجات لكافة العناصر الموجودة داخل المصفوفة Grades نمر إلى كتابة الكود البرمجي الخاص بالمثال رقم 10 أولاً أقوم بإنشاء المصفوفة Grades أحسب عدد الصفوف ثم عدد الأعمدة أنشئ المتغير Sum Grades الذي سيحوي مجموع درجات الطلبة باستخدام جملة تكرار خارجية سوف أمر على الصفوف وباستخدام جملة تكرار داخلية سوف أمر على الأعمدة Sum Grades سوف تحوي كافة مجموع الدرجات داخل المصفوفة Sum Grades المتغير Average Grades سوف يحوي متوسط درجات الطلبة أقوم بعرض المتوسط باستخدام جملة العرض Print عند تشغيل برنامج سوف يعرض متوسط درجات الطلبة داخل المصفوفة Grades نمر الآن إلى المثال رقم 11 بالكتاب المدرسي الصفحة 130 المطلوب كتابة مقطع برمجي لحساب عدد مرات وجود درجة معينة داخل المصفوفة كالعادة نستخدم المصفوفة Grades Rose يحمل عدد الصفوف Calls يحمل عدد الأعمدة أطلب من المستخدم إدخال الدرجة المراد بحث عنها باستخدام الأمر Input العدات Counter سوف يحمل عدد مرات وجود هذه الدرجة داخل المصفوفة Grades سوف أمر على الصفوف باستخدام الجملة التكرار الخارجية ثم الجملة التكرار الداخلية سوف أمر على الأعمدة باستخدام جملة الشرط If أبحث هل الدرجة الموجودة داخل Grades هي نفسها الدرجة المدخلة من قبل المستخدم إذا كانت هي سوف أضيف واحد داخل العداد وفي الآخر أعرض العداد والدرجة المراد البحث عنها نمر الآن إلى كتابة الكود البرمجي باستخدام نغة البرمجة Python كالعادة أقوم بإنشاء المصفوفة Grades الذي تحتوي دراجات الطلبة أحسب عدد الصفوف باستخدام الدالة لان ثم عدد الأعمدة باستخدام الأمر Input أطلب من الشخص إدخال الدرجة المراد بحث عنها داخل مصفوفة Grades المتغير Counter يحمل عدد مرات صدور هذه الدرجة داخل المصفوفة باستخدام الجمل التكرارية المتداخلة أمر على كل عنصر داخل المصفوفة وأقارنه بالقيمة المدخلة من قبل المستخدم إذا كانت نفسها سوف أضيف العدد واحد داخل العداد وفي الآخر أعرض العداد Counter والقيمة المراد البحث عنها داخل المصفوفة هنا سوف أبحث على الدرجة 87 الدرجة 87 موجودة مرتين داخل المصفوفة Grades والآن إلى المثال رقم 12 بالكتاب المدرسي صفحة 31 المطلوب كتابة مقطع برمجي لإنشاء مصفوفة تحوي درجات طلبة وإدخالها يدويا من قبل المستخدم عدد الصفوف في هذه المصفوفة يساوي 2 والتي تمثل عدد الطلبة الأعمدات يساوي 3 والتي تمثل عدد المواد الدراسية أنشئ المصفوفة Grades أمر على الصفوف وأقوم بعرض عدد الطالب الذي سوف أدخل درجاته أقوم بإنشاء قائمة متداخلة داخل القائمة الأساسية أطلب من المستخدم إدخال الدرجات وأمر على الأعمدة المكوينة لهذه المصفوفة ثم أدخل درجات الطالب وأضيف هذه الدرجات إلى كل صف الذي يمثل درجات طالب معين باستخدام الأمر Append ثم أعرض المصفوفة Grades نمر الآن إلى البرمجة بلغة Python أقوم بإنشاء المصفوفة Grades باستخدام جمل التكرار 4 أمر على الصفوف التي تكون درجات الطالب أعرض رقم الطالب ثم أقوم بإنشاء قائمة سوف تحمل درجات كل طالب داخل المصفوفة باستخدام جمل التكرار 4 أمر على الأعمدة وأقوم بإدخال درجات الطالب رقم 1 ثم الطالب رقم 2 وهكذا دوليك باستخدام الأمر Append أضيف هذه الدرجات داخل المصفوفة ثم أعرض المصفوفة في النهاية عند تطبيق الكود البرمجي أقوم بإدخال درجات الطالب الأول الدرجة للمادة الأولى ثم المادة الثانية ثم المادة الثالثة ثم أمر إلى الطالب الثاني وأقوم بإدخال الدرجات الخاصة بهذا الطالب ثم أعرض المصفوفة النهائية عزيزي الطالب في هذا الدرس قمنا بكتابة مقاطع برمجي لتنفيذ الأمثلة الآتية المثال رقم 9 10 11 12 بالكتاب المدرسي في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته